هكمل معاكو حديثي على الاهلي والزمالك وحتكلم هنا على الجمهور الجمهور هنا بوجه رسالة عندك فرصة ذهبية لوجود داخلتين داخلتين العالم كله يتفرج علينا والعالم كله يشوف مشهد جمهورنا عامل ازاي جمهور الاهلي وجمهور الزمالك ويبقى التحدي في اظهار المشهد واظهار المشهد الحضاري والتشجيع بحضارة والتشجيع بهدوء اوعى تصدق حد يضحك عليك وقولك ان فيه خلافات واخنات كلهم اخوات في القوة والله العظيم كلهم اخوات في القوة لعيبت الاهلي ولعيبت الزمالك والله ما فيه مشكلة والله ما فيه حاجة اوه احد يضحك عليك اوه احد يشتغلك ويقولك ان الدنيا ولا او وما انت لو زمالكاو اما الاهلاو ييجي ولا الاهلاو احنا طول عمرنا متربين على كده احنا مع بعض وجنب بعض اللي يكسب نقوله مبروك واللي يكسب نقوله هارد لك كل واحد يحتفل في حتته بهدوء دون الخروج عن النص بصوا بقى الحلاوة بصوا الحلاوة بصوا العظمة الكبيرة ده عواد وده الشناوة دي اللقطة اللي تخلص الكلام مع الجمهور دي اللقطة اللي فيها الخلاصة طيب اللقطة دي اللقطة دي هتخليني انزل بعرض اللقطة دي هتخليني انزل بعرض اللقطة دي ما بين الشناو عواد اللي دلوقتي بوجه لهم افر وعرض أنا يوم الخميس القادم يوم الخميس القادم فتح باب الحتة التانية يوم الخميس القادم أنا نازل بعرض طالما هم عملوا كده بقى وطالما أن هم عملوا اللقطة الحلوة دي أنا يوم الخميس نازل بعرض الحتة التانية حفتح بابها يوم الخميس حتة التانية اللي أنتوا عارفين حفظينها حفتح بابها يوم الخميس مين حيروح الحتة التانية يوم الخميس لأن جمهور الزمالك كله بيناديني بقاله كذا يوم يا كابتن أم العواط حيروح أمتى الحتة الثانية يوم الخميس هفتح الباب بتاع الحتة الثانية الشناوي هيرجع لها ولا عوات حيطلع لها ولا الاثنين هيروح يعودوا فيها تسألنا نا أقولك أمنيت حياتي أن الاثنين تفضلوا والاثنين يكونوا في حتة ثانية وده اللي أنا إن شاء الله بإذن الله أتمناه إذن رسالة للشناوي عوات باب الحتة الثانية مفتوح يوم الخميس وأنا عام العرض بعد المباراة هشوف مين اللي هيروح لحتة التانية عواد ولا الشناوي ولا التنين هيروحوا مع بعض وده بصراحة اللي أنا أتمناه هتكون في مباريات كتيرة خارج الخطوط نتمناها إن شاء الله بإذن الله تكون إن شاء الله بإذن الله مباراة كبيرة كابتن حاسم يان برحكم معايا وتكلم على التفاصيل بتاعة الإدارة الفنية الجديدة المنتخب الأول وتكلم على مدير الكورة ناس كثيرة النهاردة بعثت لي مدير الكورة مدير الكورة مش من الأهلي مش من الزمالك ومش لعيب كورة وقلت الحاسم مبارح من أمبي قال لي قام من أمبي لأن الناس بتقول لي أسامي برضو مختلفة فبعد لكم تاني مدير الكورة القادم للمنتخب الوطني أنا بانفرد لكم بالقصة هو هو من أمبي وليس لاعب كورة في الأهلي ولا في الزمالك وليس لاعب كورة وليس مدرب في أمبي ولكن ممكن يكون عضو مجلس إدارة في أمبي وارد خلاص كده انا كده قلت عشان الناس ايه تكون يعني مسترعي في حتة دي وكادر محترم جدا 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 وكادر الحقيقة يضيف كثيرا لهذا المكان وان شاء الله باذن الله يبقى اختيار رائع نطلع فاصل